كل شيء بيتطور يا شيخ نمير كل شيء بيتطور يعني زمان مثلاً كان أمير المومين الملع عمر كان ممكن يحكم من غير مواحد ياخد له صورة فوتوغرافية ولا قناة تسجل معاه دلوقتي لا دولة الخلافة لازم يبقى عندها وزارة إعلام وصحف وقنوات وتوجود قوي على النت كمان كل شيء بيتطور وفظني أن الفقه والأمور الشرعية كمان لازم تتطور طبعاً بس فيه ثوابت طبعاً بس برضو لازم نتطور عايزين نبدأ ندور على شباب ليهم علاقة بالتكنولوجيا والعلوم الحديثة شباب عندهم إيمان وعلوم حديثة بلاش نركز على حكاية العلوم الشرعية وبس تمام يا مولاي يعني لو شاب دونا سلم عنده دراية كده بالعلوم الحديثة والتكنولوجيا وعنده لغات هيبقى أنفع وأهم من شاب بتاني أكثر تدينة بس بشرط يكون الاتنين عندهم الحد الأدنى من الإيمان بس المهم الإخلاص إخلاص الشاب المتعلم أهم وأنفع من الشاب بقليل العلم بس قلة العلم بتخلي إقناعهم بالعمليات الاستشهادية أسأل خلاص نخلي دول العمليات الاستشهادية ودول العمليات اللي تخلينا نكمل الحياة يا شيخ نمير فهمت ودايما دور على الشاب بالغضب الغضب وقود والغضبان تقدر تملاب اللي انت عاوز فهم السر الشخصية رمز الشخصية شوف شخصية مركبة جدا ومليئة بالتناقضات خيوتها متشابكة السؤال فكيت رموز وشفرة الشخصية إزاي عشان تعملها بهذا الإتقان وهذه البرعة خناء ابتدت بأفكار رفضها كتير جدا من أفكار رمز والماتيريال الكتير اللي أنا اتفرجت عليه يعني كل الماتيريال اللي أنا اتفرجت عليه ما كانش كتير كان قليل حتى اللي اتكتب عنهم ما كانش كتير خالص انت قلت لي أربع شخصيات شكري مصطفى أبو بكر البغدادي وسامة بن لادن البنة البنة انت بقى فكيت الشفرة إزاي عشان تقدر تعمل وفي الأخر انت رسمت شخصية خمسة يعني في الأخر رمزي ده شخصية خمسة مزبوط ممكن يكون فيها قواسم أفكار لكن رمزي شخصية خمسة ولا واحد منهم لا 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 شخصية خمسة يعني رمزي يعني فينا شافت ان رمزي أقرب جدا أن يكون اسامة بن لادن وفي المرحلة الأخيرة لأنه شكلا مزبوط لنشوف الصورة دي ولبسا ولبسا مزبوط الصورة اللي بعد كده المرحلة اللي بعد كده انت هتشوف بغدادي بالقسود بالقسود باللبس القسود مزبوط مزبوط والقبل كده هتشوف شكري مصطفى في الدقن الخفيفة وبعدين هتشوف البنة في الدقن الأتقل شوية في بعض في لبسه يعني البدلة دي كان بتاع شكري مصطفى بيلبس كده والبنة كان بيلبس كده البدلة لما لمس بدلة في الشتاء لبسها بالبلوفر ده السابعة قربنا من كل الحاجات الحقيقة وليلة ماجد الستايلست عملت مجهود غير عادي في الشحية دي بينهم عامل مشترك لأن النبع واحد والهدف واحد بيختلف شوية تسلسل الجماعات دي من ساعة لما ظهرت الإخوان وبعدين بقى التكفير والهجرة وبعدين بقى مش من حقك تكفر ولا تهاجر من حقك تهاجر هو كان المسلسل يفكرني باختراق أنا كنت عامل أرشفة للتاريخ تسلسل الجماعات الإسلامية في مصر من فترة طويلة جدا الحقيقة فواضح أن كنتوا كنتوا عاملين توثيق يعني واضح أن عبد الرحيم كمال كان عامل توثيق للموضوع الحقيقة خصوصا لما اتكلمتوا عن الفانية العسكرية ومقتل الشيخ الدهبي وغير طبعا خبر ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ الشيخ الدهبي اتقتل الشيخ الزهبي اتقتل استغربت قوي من الجملة شيخ واتقتل طب مين يقتل شيخ؟ عرفت بعدها إن اللي قتلوا ناس تانية وإن الناس التانية دي متدينين زادت اللغبطة أكتر متدينين متدينين وبيقتلوا شيخ؟ طب ازاي؟